الكل اعينهم على شبوة هكذا بدت الصورة مؤخرا ولكل طرف من هؤلاء اجندته الخاصة فبينما اظهرت الميليشيا استماتة كبيرة في القتال في هذه المحافظة وذلك لأسباب كثيرة اهم الحفاظ على طرقها سرية في تهريب السلاح بالاضافة الى منع الشرعية من الوصول الى ابار النفط والغاز واستثمارها كونها ما زالت على مقربة من الخطر وليس ذلك جل ما يهم الميليشيا فهناك بعد اخر يقول اخرون فلشبوة اهمية بالغة في مسألة الوحدة اليمنية كونها اداة ربط بين شمال اليمن وجنوبه سيشبث ببيع حان كما عشرنا انهم يعتبروا هذه المديريات مديريات ثروة ثم لاهميتها فيما يخص الوحدة اليمنية او الربط بين الشمال والجنوب ذلك بالنسبة للميليشيا وذلك ايضا ليس الخطر الوحيد الذي يتهدد شبوة مؤخرا بدت تحركات جديدة تجري في هذه المحافظة تمثلت في تشكيل قوة جديدة من خارج انساق الشرعية تحت مسمى النخبة الشبوانية وبدت تتوالى اتباعا وعلى دفعات مجهزة بأحدث العتاد وبحسب مراقبين فان هذه القوات تمثل في مهامها واغراض تشكيلها قوات الحزام الامن في عدن والنخبة الحضرمية وهي ايضا تابعة لذات الجهة التي تتبعها القوتان السابقتان وعليه قد يتساءل البعض لماذا شبوة والاجابة هنا لا تحتاج الى جهد كبير اذا ما تم النظر الى امكانيات المحافظة في انتاج النفط والغاز علاوة على انها المنفذ الاهم في تصدير المشتقات النفطية الى الخارج وليس ذلك كل ما يخص شبوة من منظور تشكيل القوات الجديدة بل ان البعض يذهب الى القول انها تأتي ضمن مخطط احكام السيطرة على محافظات جنوب البلاد وجعلها قطاعات منفصلة